السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات يسرني أن ألتقي معكم مجددا في درس جديد من دروس الكيمياء 102 المقررة على مسار التوحيد وكذلك كيم 802 المقررة على نظام التعليم الفني والمهني درسنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون عن تصنيف التفاعلات الكيميائية كما تعلمون أحبتي أن هناك العديد من التفاعلات الكيميائية التي تحدث في حياتنا اليومية ولذلك كان لابد من تصنيفها إلى عدة أصناف للتسهيل علينا في أثناء دراستها فتم تقسيمها إلى أربعة أنواع أساسية وهي تفاعلات التكوين، تفاعلات الاحتراق، تفاعلات التفكك وكذلك تفاعلات الإحلال بنوعيها البسيط والمزدوج سنتناول كل واحد منهم بإذن الله تعالى ونرفق كلهم بأمثلة إن شاء الله فلنبدأ بأول نوع من أنواع التفاعلات وهي تفاعلات التكوين تفاعلات التكوين هي عبارة عن اتحاد مادتين أو أكثر من مادتين ولكن الهدف أنهم ينتجون مادة واحدة فقط لاحظوا هنا أن الناتج هو عبارة عن مادة واحدة فقط مهما كان عدد المواد المتفاعلة سيكون الناتج هو عبارة عن مادة واحدة فقط فتفاعلات التكوين تفاعلات تتحد فيها مادتين أو أكثر لتكوين مادة واحدة فقط وبهذه الطريقة نميز تفاعلات التكوين إذا لاحظنا أن النواتج عبارة عن مادة واحدة فقط ومن أنثلة تفاعلات التكوين المثال الأول لاحظوا لدي هنا عنصر الصوديوم هذه المادة عبارة عن عنصر الصوديوم وكذلك الكلور عبارة عن عنصر فمن الممكن أحبتي أن يتحد عنصرين معا لتكوين تفاعل أو لإحداث تفاعل تكوين النوع الآخر لاحظوا هنا C.A.O. أكسيد الكالسيوم عبارة عن مركب وكذلك الماء H2O عبارة عن مركب فبالتالي ماذا سيكون هذا النوع عبارة عن اتحاد مركبين معا النوع الثالث سيكون عبارة عن لاحظوا S.O.2 يحتوي على الأكسوجين والكبريت فإذن هو مركب والمادة الثانية المتفاعلة هي عبارة عن مادة واحدة أي عنصر فقط فالنوع الثالث هو اتحاد مركب مع عنصر ولكن ينبغي التركيز جيدا على أن لاحظوا النواتج كلها عبارة عن مادة واحدة فقط وبالتالي أستطيع استنتاج أن هذا التفاعل إذا رأيتم من بعيد أستطيع استنتاج أن هذا التفاعل تفاعل تكوين النوع الثاني أحبتي هو عبارة عن تفاعل الاحتراق تفاعل الاحتراق هو عبارة عن تفاعل مادة ما أي مادة مع غاز الأكسوجين فإذا رأينا أحد المتفاعلات في أي معادلة كيميائية هو عبارة عن O2 على هذه الصيغة تماما O2 ففورا أعرف أن هذا التفاعل تفاعل احتراق ومن أهم مميزات تفاعلات الاحتراق أيضا أنها تنتج مادة ناتجة عن تفاعل المادة المتفاعلة مع الأكسوجين وتنتج أيضا طاقة وهذه الطاقة ستكون على شكلين على شكل حرارة وعلى شكل ضوء فهذه هي تفاعلات الاحتراق تماما كاحتراق الألعاب النارية الألعاب النارية أعزائي هي في الأساس عبارة عن فلزات هذا الفلز عندما يتفاعل في وجود الأكسوجين أو يحترق في وجود الأكسوجين ينتج لدينا حرارة كما نشاهد ينتج لدينا حرارة وكذلك ضوء وهذه هي عبارة عن تفاعلات الألعاب النارية التي نشاهدها ونستمتع بها أيضا مثال آخر على تفاعلات الاحتراق وهي احتراق الهايدروجين لاحظوا هذا التفاعل يحترق الهايدروجين في وجود الأكسوجين لاحظوا وجود الأو 2 في جهة المتفاعلات لينتج لنا الماء زائد الطاقة من خلال هذا النموذج الذي ترونه مثال آخر على تفاعلات الاحتراق وهي عملية احتراق الفحم الفحم هو عبارة في الأساس عن كربون عنصر الكربون ويحترق أيضا في وجود الأكسوجين على شكل الأو 2 مادة غازية لإنتاج ثاني أكسيد الكربون وطاقة وذكرنا سابقا أن هذه الطاقة عبارة عن طاقة حرارية وطاقة ضوئية ونستعمل هذا التفاعل في حياتنا اليومية ربما لإشعال البخور أو للشوي نوع آخر من أنواع أو مثال آخر من تفاعلات الاحتراق وهو احتراق الميثان الميثان أعزائي هو عبارة عن مادة عضوية وصيغتها الكيميائية سي أتش فور عندما تحترق في وجود الأكسوجين سينتج لدينا دائما ثاني أكسيد الكربون ماء وطاقة هذه الطاقة الحرارية والضوئية كما ذكرنا آنفا هي عبارة عن الطاقة التي نستخلصها من غاز المواقد التي نستعملها في بيتنا كل يوم هذه الطاقة الحرارية والضوئية ناتجة عن عملية احتراق الميثان وهكذا أحبتي ننتقل إلى النوع الثالث التفاعلات أو تفاعلات التفكك وربما استنتجتم فورا ماذا ستكون الصيغة العامة لها لاحظوا أن التفكك هو عبارة عن مادة متحدة معا ستتفكك إلى أجزاء صغيرة لاحظوا لدي هنا المتفاعلات عبارة عن مركب واحد فقط مركب AB إلى ما ستفكك بالتأكيد إلى A و B وبعكس تفاعلات التكوين سنحتاج هنا أو ستكون عفوا ستكون المتفاعلات هنا هي عبارة عن مادة واحدة فقط بعكس تفاعلات التكوين فإذن ربما تتفكك إلى مادتين وربما تتفكك إلى أكثر ومن أهم ما يميز تفاعلات التفكك أنها وأيضا بعكس تفاعلات الاحتراق ستحتاج إلى طاقة لتحدث فلا يمكن تفكك أي مادة إلا من خلال وجود طاقة يجب وجود مصدر للطاقة ما هي هذه الطاقة؟ أما أن تكون طاقة حرارية طاقة كهربائية طاقة ضوئية أي نوع من أنواع الطاقات سيستطيع أن يفكك لنا المادة فنتناول بعض الأمثلة المثال الأول هو مثال تفكك الماء وقد تناولناه أعزائي في درس العناصر والمركبات هل تذكرون هذا التفاعل؟ تذكرون هذا الجهاز؟ هذا الجهاز هو عبارة عن الجهاز التحليل الكهربائي للماء ولاحظوا ماذا كتبنا؟ كتبنا الكهربائي لماذا الكهربائي؟ لأننا نستخدم مصدر للتيار الكهربائي لتفكيك الماء الذي هو عبارة عن ذرتين هايدروجين وذرت أكسوجين متحدتين معا نستخدمه لتفكيك الماء إلى غاز هايدروجين وغاز أكسوجين لاحظوا هنا عند توصيل الأقطاب التي هنا بالبطارية يبدأ التفاعل في الحدوث ينفصل غاز الأكسوجين عن غاز هايدروجين فاستطعت تفكيك الماء إلى هذه الغازات نوع آخر أو مثال آخر وهي تفكك نتارات الأمونيوم ربما تتساءلون ما هي نتارات الأمونيوم؟ نتارات الأمونيوم أعزائي هي عبارة عن ربما شاهدتموها سابقا المادة على شكل حبيبات بيضاء توضع في الأسمدة العضوية لأنها تغذي النباتات فهذه هي نتارات الأمونيوم عندما تتعرض نتارات الأمونيوم للحرارة لاحظوا يجب أن يكون مصدر للطاقة ملاحظة أخرى يجب أن تكون المتفاعلات عبارة عن مادة واحدة فقط نطلق عليها أنها من ضمن مجموعة تفاعلات التفكك فتتفكك نتارات الأمونيوم صيغتها الكيميائية NH4NO3 إلى غاز الـ N2O والماء ولابد من وجود الحرارة كما ذكرنا المثال الأخير أحبتي هو عبارة عن تفكك أزيد الصوديوم أزيد الصوديوم صيغته الكيميائية NaN3 وعندما يتفكك باستخدام الكهو رباء لاحظوا أيضا مصدر للطاقة يتحول إلى فلز الصوديوم وغاز الـ N2O وربما هذا التفاعل أحبتي قد يحفظ بإذن الله تعالى حياة أحدنا ونحن لا نعلم ما هذا التفاعل هذا التفاعل يستخدم فيه أكياس السلامة في السيارات كيف تحدث هذه العملية؟ كيس السلامة يوضع داخل المقود طريقة ما؟ لنتخيل أن هذا كيس السلامة كيس السلامة يحتوي بداخله على مادة أزيد الصوديوم التي تحتوي على الصوديوم والنيتروجين مع أو بالإضافة إلى هذه المادة الكيميائية أزيد الصوديوم يوجد هنا جهاز هذا الجهاز حساس للصدمات الكهربائية فإذا لا سمح الله اصطدمت السيارة بقوة معينة سيستشعر بها هذا الجهاز يستشعرها ويطلق شرارة كهربائية فهذه الشرارة الكهربائية ستنطلق نحو أزيد الصوديوم يطلق غاز النيتروجين ماذا سيفعل هذا الغاز؟ سينفخ الكيس بسرعة ويحمي السائق وركاب السيارة من الإصطدام لا سمح الله فهذه التفاعلات الكيميائية يمكن أن تنقذ حياتنا يوم الله حفظكم الله تعالى وهكذا أحبتي انتهينا من الجزء الأول من دارس تصنيف التفاعلات الكيميائية على أمل أن ألقاكم بإذن الله تعالى في الجزء الثاني منه تحياتي لكم